اشتركوا في القناة يلا نبدأ اول سؤال صفحة 230 بسم الله بيقول لي read and complete that dialogue اول حاجة هنكمل طبعا الديالوج ده من الكلمات اللي عندي اللي هو مدهالي هنا في البوكس ده بيقول لي in we near we walk it we near we walk it it we near we walk طيب تعالا نقرأ مع بعض السؤال how do you go to school يعني كيف انت تذهب الى المدرسة فهيقول i not to school يبقى i to school هنا هنحط ايه bravo هنحط book i walk to school انا امشي الى المدرسة ما فيش اي اجابة تانية تنفع غير book طيب السؤال التاني بيقول لي is your school هل مدرستك not your house هتبقى is your school near your house طبعا ده سؤال اوله is يعني فعل مساعد هيكون معناها بيحتاجي الاجابة عليه يا اما بيس يا اما بنو بيقول لي هل مدرستك near يعني قريبة من البيت من بيتك طيب لما نيجي نجاوب عليه هنقول yes هنحط ايه bravo هنحط yes it is يعني نعم انها تكون yes it is تمام ده اول سؤال طب تعالا نشوف السؤال بتاع reading بيقول لي هنا بدينا قطعة وطبعا بدينا اسئلة عليها ركز معايا في القطعة لازم نقرأ طبعا الاسئلة الاول بعد كده ارجع اقرأ القطعة هتلاقي ان شاء الله الاسئلة الاجابات واضحة قدامك وانت بتقرأ بيقول لي my name ياسر انا اسمي ياسر i am in primary يعني انا في سنة ربعة i go to school on foot انا بذهب الى المدرسة على قدمي on foot ليه بيعم لك because my school is near my house لان مدرستي قريبة near يعني قريب near my house قريبة من بيتي i have two brothers انا عندي اخين مكدي اند مصطفى they are in prep school هما في مدرسة اعدادية prep school they are clever students يعني هما طلاب ماهرين شو الطار يعني on friday في يوم الجمعة i ride my bike انا اسوء درقتي i want to be a doctor انا اريد ان اكون طبيب when i grow up عندما ايه عندما اكبر طيب تعال نشوف الاسئلة اللي على القطاع دي بيقول لي ياسر in primary يبقى اللينا primary for for في سنة ربعة ياسر goes to school ياسر بيذهب الى المدرسة on food على قدمي ياسر rides his bike on بيركب درقت امتا on friday يوم الجمعة اختار friday ياسر want to be اه ياسر يريد ان يكون ايه bravo doctor طبيب ياسر has to ياسر عنده اتنين ايه brothers يعني اخين صفحة 231 السؤال بتاع choose and correct the answer from a b or c هنختار الاجابة الصحيحة من a و b او c طيب بيقول لي هنا اول سؤال بيقول لي yesterday we went to the shops bus اه تعال نفتكر بقى القاعدة بتاعة transportation اللي هي وسائل المواصلات طبعا هنا عندي bus اوتوبيس مفيش قابليه اي اداء لا a bus ولا my bus ولا the bus طيب هي جاية كده من غير اداء يبقى اختار ايه اختار buy يبقى buy bus طب لو كان في اداء ممكن نختار ايه لو كان في اداء مع اي وسيلة مواصلات اختار on مع the car وتاكسي لو كان قبلهم اداء هختار in يبقى in a car او in a taxi طيب اما هنا بص مفيش اي اداء يبقى اختار buy تعالى نشوف رقم اتنين بيقول لي cars make air السيارات تجعل الهواء ايه بروف عليك pollution pollution يعني تلوث او ملوث pollution طيب رقم تلاتة بيقول لي imagine his leg he went to hospital يبقى imagine ايه اصيب في رجله يبقى hurt رقم اربعة air pollution is very يعني تلوث الهواء يكون ايه بروف عليك dangerous dangerous يعني خطير رقم خمسة بيقول لي cars put into the air السيارات تضع ايه في الهواء مش هينفع money ومش هينفع air يبقى chemicals chemicals يعني المواد الكيميائية طيب نشوف السؤال بتاع القصة كان بيقول لي في القصة ان داليا leaves in ا in ايجيبت داليا كانت بتعيش ايه في مصر بتعيش in village في كرية بتعيش في كرية في مصر السؤال الرقم اتنين بيقول لي weight is an important crop to make محصول مهم لصنع الايه لصنع bread الخبز مش هينفع الزرة ولا الشاي طيب تعالا نشوف rearrange او reorder بيقول لي هنا هبدأ بكلمة chemicals chemicals are dangerous يعني المواد الكيميائية تكون خطيرة رقم اتنين بيقول لي he يبقى he works in that city هو يعمل في المدينة طيب رقم ثلاثة هنبدأ بي we يبقى we must يجب and follow rude signs طبعا هنا g هي هنا s i g n s g هنا ما بنطقهوش هي هنا silent بنطق s i n s بس يبقى اسمها signs يعني لافتة لافتة الطريق خلي بالك هنا القاعدة بتاعة مصد بتقول لنا ايه الله نفتكرها مع بعض ان مصد بييجي وراها فعل في المصدر يعني فعل بدون اضافات يعني تصريف اول ومصد معناها يجب ان يبقى نحن يجب ان نتبع لافتات الطريق السؤال الرابع هبدأ ب you يبقى you can't park here you can't park here خلي بالك ان can او can't بيجي وراها برضو فعل في المصدر بدون اي اضافات park هنا مش معناها حديقة park هنا معناها يركن السيارة لان هي جاية فعل في المصدر يبقى معناها يركن الاي السيارة صفحة 233 بيقول لي اول حاجة read and complete that text هنقرأ ونكمل النص بتاعنا طيب تعال هنشوف الكلمات اللي عندنا عندي كلمة near we takes and foot and have يلا هنقرأ بيقول لي my parents go to every day go to work every day يعني والدي بيذهبوا الى العمل كل يوم they work hard هم يعملون باجتهاد i love them very much انا احبهم جدا my father is a teacher ابي يكون مدرس he works at school هو يعمل في مدرسة he goes to school on ونقط احفظ كده معايا on foot on foot يعني on foot يعني يذهب مشيا على الاقدام طبعا on foot بتساوي كلمة walk يعني لو قال لك walk في القطعة وبيقول لك طب هو راح ازاي في الاسئلة يبقى on foot مش على رجله طيب نكمل the school is المدرسة تكون ايه our house bravo near our house قريبة من منزلنا my mom is a doctor ماما تكون طبيبة she نقط the bus to the hospital هي بتأخذ يبقى takes the bus تأخذ الاوتوبيس بتركب الاوتوبيس الى المستشفى طيب تعالا نشوف السؤال اللي بعدي بيقول read and match a with b بيقول he called for طبعا خلاص احنا حفظناها من قبل كده يبقى رقم c an ambulance يعني هو اتصل على سيارة الاسعيف رقم اتنين بيقول we wear a seat built احنا بنرتدي حزام الامان هيبقى رقم be in a car في السيارة خلي بالك منها حزام الامان بيكون في السيارة طيب السؤال التالت بيقول what happens ماذا حدث طبعا ده what يعني سؤال يعني في الاخر يكون ايه برافو علامة استفهام يبقى what happens at the crosswalk ماذا يحدث في يعني ايه بقى crosswalk برافو crosswalk يعني ممر المشاه السؤال الرابع بيقول don't burn لا تحرك طبعا ده من الدروس اللي تلغت don't burn rice straw يعني لا تحرك كش الارز الارز يبقى 1c 2b 3d 4a نيجي للسؤال تاع reading نقرأ القطعة ونحل الاسئلة اللي في صفحة 234 نقرأ القطعة الاول اللي في صفحة 233 بيقول لي يعني علمنا به مشكلة كبيرة because of بسبب there the air pollution بسبب تلوث الهواء experts talk about ideas يعني الخبراء تحدثوا عن افكار ما لها الافكار دي to stop this problem لوقف هذه المشكلة people must help experts to solve this problem الناس يجب يجب عليهم مساعدة الخبراء لحل هذه المشكلة هيساعدوهم زي بقى ركز معايا for example على سبيل المثال we should plant more trees يجب زراعة كثير من الاشقار مزيد من الاشقار we can have energy saving light pops ويجب الحفاظ على طاقة المصابيح في البيت in our apartments يعني في شقة نا في الشقة بتاعتنا apartment يعني شقة طيب بيقولي هنا and use public transportation ونستخدم من ايه وسائل المواصلات العامة تعالا نشوف الاسئلة اللي في صفحة 234 بيقولي هنا اول سؤال we should use يجب علينا استخدام transportation more ولا less ولا polluted لا هاختر less هنا crowded طبعا مش هتنفع مستحم يبقى بيقول يجب علينا استخدام transportation يعني وسائل المواصلات اقل less هنا يعني اقل مش هينفع اي اختيار تاني more يعني مزيد polluted يعني ملوث we crowded يعني مزدحم طيب اه نيجي هنا بيقولي experts talk about ideas to pollution الخبراء تحدثوا عن افكار to stop pollution لإقاف التلوث تعال هنشوف السؤال الثالث السؤال الثالث ده على القطع بيقولي what problem does the world have ايه المشكلة اللي في العالم طبعا هو قال لنا big problem اللي هي air pollution تلوث الهواء هتكتب كده air pollution يعني تلوث الهواء بيقولي بيقولي هنا how can people help their experts يعني كيف الناس كيف يستطيع الناس مساعدة الخبراء طبعا هو قال لنا مثالين على مساعدة الخبراء طبعا من اول هنا كده السؤال الرابع من اول we should نزرع يجب علينا زراعة مزيد من الاشجار والحفاظ على الطاقة المصابيح في الشقق وكمان نستخدم اللي قال لنا كمان ثلاث حلول وكمان نستخدم المواصلات العامة يبقى نكتب دول كل ده من اول we should لحد transportation هنكتب السطر ده كله دي اجابة السؤال ان شاء الله شوف السؤال بتاع reorder بيقول لي هنا ابدأ ب be يبقى be careful on the road يعني كن حذر على الطريق السؤال الثاني هبدأ به يبقى who comes to school by bike وهو اعطي نساء علامة الاستفاة من question mark اقولها تاني who comes to school by bike السؤال الثالث هبدأ ب share share a car with another person share a car share a car with another person يعني شارك السيارة مع شخص اخر طيب تعال نشوف السؤال الاخير وهو علامة التركيم ابدأ b we طبعا هكتب الكلمة كلها والحرف اللي انا عملت فيه تعديل احط تحتيه خط ما تحط ليش الحرف الواحد ومن فضلك هكبر حرف w وحط تحتيها خط و الجملة ما فيهاش اي حاجة تانية ممكن خبرية مش استفهمية طبعا الparagraph هو بيكون عايز 18 كلمة فحاول تعمله يعني في حدود 6 7 جمل على قد ما تقدر يعني 10 يكون افضل وطبعا احنا مش بنحل الparagraph هسيبه ومتروك ليك وكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وكمان تفعل دوس على علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته